وفي ختام تصريحاته أشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرصه على إنهاء جولته بالسويس من ممشى بور توفيق التاريخي ظل إطلالة رائعة على قناة السويس وفي هذا الإطار علان مدبولي افتتح الممشى عقب تطويره اليوم كهدية لأهل المحافظة بمناسبة العدة القومية لها كما شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تترك مكان في أي محافظة دون أن تصله أياد التطوير الحقيقة أنا كنت حريص أننا ننهي الجولة في هذا الممشى التاريخي اللي أعتقد لي زكريات كبيرة لأهالي محافظة السويس دايما وكان ده مقصد كل أهالي المحافظة دايما وبالذات بعد الظهر وهو ممشى بور توفيق واللي بيشوفه من خلاله السفن وبيبقى ليه إطلالة رائعة على قناة السويس والحمد لله يعني هذا الممشى استطاعت المحافظة أنها تخلصه في شهرين فقط والنهاردة إن شاء الله نفتتحه لأهالي السويس عشان يكون هدية في مناسبة العيد القومي للمحافظة وكل الزكريات الجميلة ليهم ونحن نكون حرسين إن شاء الله على مزيد من أعمال التطوير في المحافظة